لمعايشة لحظات تتويج أفضل لاعبي لكرة القدم للعام 2019 فقد أعلن الاتحاد الأفريقي عن فوز اللاعب السينينغالي والنجم فريق ليفيربول الإنجليزي سادو ماني بجائزة أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم لنسخة هذا العام ويعد هذا الفوز الثاني من نوعه لصاله منتخب السينينغال وقد سبقه مواطنه السينينغالي الحج ضيوف الفوز باللقب في بداية عام 2000 وكانت الفترة الثانية للمناسبة إعلان أفضل مدرب أفريقي حيث وقع الاختيار على شخصية جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري الذي حصد هذا اللقب التاريخي نظرا للمستويات المتميزة التي قدمها على مدار العام الماضي إضافة لتتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم نسخة عام 2019 التي جرد بجمهورية مصر العربية وهذا الفوز يعد الثاني لمدرب المنتخب الجزائري وعلى مستوى كرة القدم النسائية الأفريقية تربعت اللاعب أسيستو أسولا لاعبة منتخب نيجيريا للفوز بجائزة أفضل لاعبة أفريقية لكرة القدم للسيدات في العام 2019 إن التكريم أفضل اللاعبين والمدربين من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحفز اللاعبين والمدربين ويدفعهم إلى بذل جهود أكثر تساعد في تطوير وتقدم الكرة الأفريقية اشتركوا في القناة